اتوفى في نفس اللحظة اللي تولد فيها ابنه وربنا أثبت له إن القدر ما بيتعانتش مصير مجهول مستني ابنه آدم نهاية مأسوية لمسلسل صلة رحم وللنهاية صدمة الجمهور اتصدرت الحلقة الأخيرة من مسلسل صلة رحم الترين على سوشيال ميديا الساعات اللي فاتت بسبب الصدمة اللي عاشها الجمهور والمتابعين من أحداث الحلقة الأخيرة واللي كانت موعزة وعبرة لأي إنسان بيحاول يعاند ويقف في وش القدر فيطار إحكاية مسلسل صلة رحم وإلا حصل في الحلقة الأخيرة مسلسل صلة رحم بيتكلم بشكل أساسي عن مشكلة تأجير الأرحام واللي بيلجأ لها بعض الناس علشان يجيبوا أطفال من صلبهم وفي نفس الوقت يحلوا مشكلة عدم القدرة على الإنجاب عندهم لما بتحصل حدثة أو مشكلة لهم وده اللي ركز عليه المسلسل بالزبط من خلال دور طبيب التخدير الدكتور حسام وللعب دوره الفنان إياد نصار فأثناء حمل مراته بتحصل مشكلة كبيرة بسببه وبيعملوا حدثة هو ومراته ليلى اللي بتلعب دورها الفنانة يسرى لوزي فبيتوفى ابنها وهو في بطنها وبيلجأ الدكاترة يشيروا رحم ليلى علشان ينقذوها من الموت وبيعيش حسام بعقدة الزنب إنه حرم ليلى تكون أم بسبب الحدثة اللي تسبب لها وهو سكران فبيلجأ حسام لفكرة تأجير الأرحام من خلال بوايدة مخصبة منه من ليلى ويروح لحنان اللي بتلعب دورها الفنانة أسماء أبو اليزيد علشان تكون الأم الحاضنة للبوايدة المخصبة أو طفل في الرحم بتاعها وبتوافق نظير مقابل مادي ضخمة هتاخدوك وبيلجأ حسام إنه يعمل حاجات كتير غلط علشان يتمم الموضوع ويقدر يجيب طفل الليلة فبيزور في أوراق ويعمل حاجات غلط ويحاول يتحدى قدره بطرق غير مشروعة وفي الحلقة الأخيرة بيحصل اللي حسام ما كانش متوقعه فبيخرج طاليق حنان من السجن وبيحاول يرجع لها لكن حسام هيظهر ويضربه بعض وينتهي بتاعن فرج طاليق حنان لحسام وبيهرب حسام وحنان ويروحوا المستشفى علشان تولد ابنه وفعلا تولد حنان لكن حسام بيموت في نفس اللحظة اللي بيتولد فيها الطفل بسبب النزيف اللي حصله من الطعنة وبيقوله في المشهد الأخي ديهم مع بعض أبوك مش وحش أنا ضحيت بكل حاجة في الدنيا علشان تكون موجود فيها وبيتوفى حسام أما ليلة وحنان فبيقفوا في حيرة قدام الطفل وهم مش عارفين مين فيهم اللي المفروض تكون أمه ومين اللي ليها الأحقية الأم البايلوجية ولا الأم الحاضنة للطفل وعلى قد ما النهاية كانت صادمة للمتابعين والجمهور على قد ما كانت مقنعة بالنسبة لهم فشافوا فيها أنها عبرة لكل شخص بيحاول يتحدى ربنا أو يعاني تقدره خاصة أنه لجأ لأساليب غير مشروعة ومحرمة عشان يعمل ده وكان مصيره في النهاية أنه توثى ومالحقش يفرح بابنه اللي جد دنيا في نفس اليوم اللي توثى فيه وبيكون دعقابه على كل أفعاله أما مصير الطفل آدم فبيسيب المخرج النهاية مفتوحة للمشاهد فتفتكروا مصير الطفل ده هيكون إيه يا ترى؟